كمان بلغني شخص من المتابعين من العراق انه شاف جرم بجوار كوكب المشتري بيتحرك تقريبا قال لي لمدة ساعة لكن كان تصويره صعب لان طبعا انتم عارفين الكواكب تصويره فعلا صعب جدا حتى بالكاميرات الاحترافية لكن هو قال لي تقعد يتحرك قدامي تقريبا في حدود ساعة قال لي لونه زي الرمادي كده وبعدين اختفى ده كمان زائد ظاهرة الضوء اللي بيظهر بعد الغروب بتظهر كده كل يومين تلاتة تفضل برضو مستمرة بالقوة بتاعت الاول ولكن بتظهر تاني برضو ما انقطعتش تماما يعني فيه بقى الظاهرة المهمة جدا اللي ظهرت في دول كتير جدا الفترة اللي فاتت اللي احنا قلنا هنتكلم عليها اللي هي لون السحب ولون السماء طبعا انا هقول لكم الموضوع هابتدي معاكم في الموضوع التدريجي الصور دي زي ما انتو شايفين كده هوا الوان السحب السودة هي غيوم سودة ولكن فيه في اماكن متفرقة زي ما انتو شايفين لون احمر زي ما يكون يعني انفجارات في السماء او حاجة كده يعني لونها غريب شوية اللون الاحمر ده المفروض انه ما يبقاش متباعد بالطريقة دي ولون السماء من المفترض انها ما تبقاش كده يعني طبعا زي ما انتو شايفين هوا كزا صورة او رابعة تاخدى من كزا اتجاه شكل الصور مش عادي يعني اللي بيصور ده مش بيصور كده وخلاص هو بيصور وعارف ان دي حاجة غريبة وبين قدامنا في حاجة هنا وراها زي ما انتو شايفين الوان يعني اكيد طبعا الناس اللي هما بيحبوا يكذبوا الامور دي هيقول لك دي العكاسات والسحب والكلام ده في حاجة غلط هنا تحس انها مشتعلة واضائتها عالية جدا بعيدة عن يعني اللون ده لو موجود هنا هيبقى موجود هنا متحدد مكانه هنا ليه ده اللي احنا بنتكلم عليه يعني هنا مسلا شايفين الضق فين تحته وبعدين على اليمين خالص موجود وعلى الشمال خالص موجود هنا في المكسيك ده غروب الشمس في المكسيك زي ما انتو شايفين ادي ده غروب الشمس شايفين لون السماء عمل ازاي يعني ازرق في احمر في اصفر وتحس ان في حاجة كده اه زي زي كشاف باتجاه غريب كده ده ظهر كزا مرة في مصر ولكن مش بالقوة دي زي ما بقول لكم ان عندهم هما الامور دي بتزهر اكتر من عندنا بكتير هنا الصورة دي في اليابان شايفين الشكل عمل ازاي ده كان قبل الاعصار اللي هو الاخير هنا كمان الصورة دي في اليابان طبعا الوضع ده مش عادي يعني الوضع ده مش عادي ومش بيحصل قبل كده نكمل بقى اليابان نكمل صور اليابان عشان ندخل على حاجة تاني عشان ما نطلع بطش دي صورة تاني لليابان دي صورة كمان لليابان دي صورة اوضح كمان شوية برضو اليابان. دي اليابان وده غالبا كيمتريلا. ودي اليابان برضو. طبعا زي ما انتم شايفين الشكل يعني هو واحد بوقف بيصور والتاني بيبوصل السماء مستقرب. ده مش شكل السماء العادية خالص اللي احنا بنتكلم عليها. الصورة دي في امريكا. ده في امريكا. وهنا في امريكا. الصور دي برضو كلها فين? في امريكا بنفس لون السماء الغريب ده. ودي في امريكا في ولاية تيكساس. زي ما انتم شايفين طبعا اه يعني ايه الخط السليم ده? خط المسطرة السليم ده? واللون ده واللون ده في السماء. هل ده وضع طبيعي? ولا اه امر محتاج تفكير ومحتاج بحس? وبيقول ان في حاجة غير طبيعية بتحدث في السماء. احنا كل ده لسه فين? لسه في امريكا. ده برضو غروب في امريكا. زي ما انتم شايفين الخطوط كلام ده برضو ظهر في اندونيسيا من فترة. اقوم كده بشوية. لكن زي ما انتم شايفين اه ايه الوضع ده في الغروب في امريكا? هل الشمس من المعتاد انها بتغرب بالشكل ده? لا طبعا. دي صورة تانية برضو في نفس الغروب. كزا صورة تصورة. ده نعكاس ايه ده يا جماعة? يعني ده مش الشمس. الشمس متغربش بالشكل ده. هنا اندونيسيا. ده شكل الجو في اندونيسيا. والشكل اللون الاحمر اللي انتم شايفينه ده. ده ظهر في اندونيسيا. وده فيديو لعروب اش او بعد غروب الشمس. الامر اللي هو لسه مستمر. ده الفيديو ده من المغرب. الفيديو ده مصوره واحد في امريكا في ولاية الاسكا. بيقول انه بقاله سبعتاشر سنة عايش في الاسكا عمره ما شاف الشكل ده خالص. دي الناس اللي بتحاول اه تفكر بتحاول تفهم بتحاول تتساءل. شايفين اللقطة دي شكلها عامل ازاي? وضع غير طبيعي. غير طبيعي بالمرة. يعني تحس ان فيه جهنم فيه نار وراء الصحب دي. عشان كده الراجل بيصور بيقول يا جماعنا بقى لي سبعتاشر سنة في الاسكا ما شفتش حاجة من دي تماما. ولسه في ناس بتقول لا ده مفيش حاجة وامور عادية وانتم اللي بتكبروا المواضيع وانتم اللي بتخوفوا الناس وبتروعوا الناس. احنا بنقول ان دي ايات من ايات ربنا سبحانه وتعالى. وان في امر بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن احنا بنذكر الناس يا جماعة ربنا قادر. فارجعوا كفاك وغفلة. كلنا نرجع لربنا ونحاول يعني نبد عن الغفلة شوية. دي تذكرة بآيات ربنا سبحانه وتعالى. السحابة دي في بريطانيا. دي بقى ما تعرفش السحابة ولا كمتريل ولا ايه بالزبط. العلم عند الله سبحانه وتعالى. الله اعلم. يعني زي ما انتم شايفين الشكل. مش يعني دي سحابة ممكن. انا ما شفتش سحب مش زي السوبرسيل ولا السحب اللي احنا عارفينها اللي هي اسامي معروفة. لكن زي ما انتم شايفين السحابة شكلها اعمل ازاي? هل دي سحابة? هل دي كمتريل? هل دي حاجة تاني? آآ الله اعلم. ولكن كان لازم نعرضها مع بعض عشان نشوف ايه اللي بيحصل في السماء. ولو تلاحظوا ان السماء صافية. يعني السماء مفيش السحب خالص. فين السحب اللي دي تبقى في سطهم? عشان تبقى مجموعة سحب مسلا ونقولوا ان ده سحب وغيوم. لا. دي هي لوحدها خالص. يعني هي واقفة بطلها كده لوحدها بالشكل اللي انتم شايفين هده. هنا الموضوع قبل الاخير اللي قلنا عليه العمود الاحمر اللي فيه السماء. طبعا يا جماعة انا مش بقول ان ده العمود اللي ذكر فيه الحديث. بقول لأ. انا بقول ان ده شكله كده. الصورة الملتقطة او الكام صورة دول. شكله كده. شكل عمود كده لونه حتى لونه احمر يعني. ومشكل طبعا اعصار لان الاعصار ما بيبقاش سابت او كده. لكن ده دي الصور اللي اه اطلقطت والله اعلم بصحتها ولكن موجودة فيه اه صفحة اه مميزة صفحة كبيرة صفحة قوية بيشارك فيها ناس كتير. الصور دي حوالي تلات اربعة صور زي ما انتم شايفين كده ظهرت بالشكل الغريب ده. اخر اه موضوع معانا التصوير للجرم اللي ظهر جانب الشمس. وفيه برضو تصوير جرم تاني او كوكب تاني بجانب القمر والله اعلم ايه ده? طيب ندخل هنا على الصور اللي فيها اه كوكب بجانب الشمس وفيه كوكب تاني برضو بجانب القمر او تحس ان فيه حاكتين جانب بعض فيه بعض الصور والفيديوهات اه بعضهم بيقول انه اه ده الكوكب وناس تانية بتقول شمسين ولكن مفيش حاجة اسمها شمسين ده بالنسبة لي انا اه شخصيا وبرضو طبعا انا لا اجزء من ده الكوكب ولكن الله اعلم ايه اللي بيظهر ده اه طيب ناخدو الصور كده مع بعض اول صورة دي الشمس وادي الكوكب اللي ظاهر جنبها اصغر منها اه بشوية طبعا ده مش انعكاس ده كوكب بجانب الشمس الصورة دي اه تم التقاطها في الهند زي ما انتو شايفين الصورة يعني مش محتاجة تعليم هنا السحب مش مواطيعها يعني انتو لو وتشوفه في الصور التانية تحس ان الحاجة دي بتظهر تحت السحب فبتخلي السحب نفسها لونها احمر وبيظهر منها اجزاء لكن هي هنا ظاهرة لوحدها مفيش حاجة اه مخبياها او مدرية عليها ايه ده الله اعلم هنا برضو صورة تانية الفاصل ما بين الضوئين دول ممكن اه يكون مجرد انعكاس او قوة الضوئية اللي عاملة كده دي صورة تانية برضو من لنفس المكان لكن من بعيد شوية الضوئين تحس ان هما مختلفين او حجم الشمس كبير جدا وده فاصل ما بينهم من السحب دي اقرب شوية وده ممكن يأكد او يقرب التأكيد على الصورة الاولانية اللي فيها شمس وكوكب جنبها بنفس قوة الاضاءة بتاعتها او اقل شيء بسيط جدا دي من يا جماعة من اغرب الصور اللي شفتها زي ما انتو شايفين ده يعني مش عارف ده هلال ده ايه بالزبط اه انا مش مش قادر استوعب برضو الموضوع والصورة مش متوضحة للأسف من اه صاحبها ولكن باين ان الصورة حقيقية هنا الصورة دي اللي فوق هي نفس الصورة اللي تحت لكن فوق الصورة طبيعية خالص تحت هو مغمى الصورة شوية ظاهر حاجة كده هي جنب الشمس فوق باينة بسيط لكن تحت باينة اكتر لما غمى الصورة طبعا الدايرة دي ايه اللي ظاهرها هنا اكتر هسيب لكم انتو الحكم في الصورة دي ودي نفس التاريخ تحت بنفس التوقيت بالزبط هي صورة واحدة لكن هنا سايفها بطبعتها وهنا مغمى اها شوية الدايرة دي بانت اكتر نختم بقى بالحدث اللي انتو شايفينه ده دي كرة نارية شايفين الحجم بتاعها والشكل العام بتاعها دي كانت في تلاتاشر عشرة الساعة اربعة او خمسة العشرة بالتوقيت العالمي كانت اه ظاهرت في سماء فرنسا والمانيا ولوكسنبورج وسويسرا وبلجيكا اه هولندا دي كانت يوم تلاتاشر عشرة الفين وتسعتاشر طيب كل اللي احنا عرضناه بسرعة ده وده امر بسيط جدا من حاجات كتير اوي كان فيها بعض الشك ما ارضيتش اه عرضة عليكم ولكن عشان برضو نخلص الفيديو بسرعة كل الظواهر اللي انتو شايفينها دي اللي ظهرت في خلال من اسبوع لعشر طيام ولسه مستمرة معنا لغاية دلوقتي اللي عايزي رائب هيشوف الكلام ده بعنيه اللي احنا شفنا ده بقى هل ده بيأكد فعلا اللي احنا بنتكلم فيه وبيزيد الشكوك ولا بيبعدنا وبيقول لا ده ما بيحصلش حاجة كل اللي بيحصل ده جماعة الامر كله والله اعلم مرتبط بتأسير خارجي على السماء التأسير ده بيقترب من الارض بيأثر عليها في المناخ وفي الحرائق وفي درجة الحرارة زي ما تكلمنا وكل مرة بنتكلم وبنثبت بالظواهر اللي ما تصورها على مستوى العالم واللي احنا كمان بقنا بنصورها وبنشوفها اللي كنا مستبعدينها وبنقول الكلام ده ما بيحصلش عندنا ليه اهو بدأ يحصل عندنا اللي بيحدث كله بامر الله سبحانه وتعالى وآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى بتنزر بقدوم الكوكب ذو الذنب الكوكب اللي اتحذرنا منه واللي وصل لنا عن طريق سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حمر الامة وترجمان القرآن واللي ورد عنه اثار كتيرة جدا حتى لو كان بها ضعف تقوي نفسها بكسرتها اه ولو هنسيب كل الاثار ونمسك الاثار ده بس فده كفاية علينا وما يؤكده بالايات وبالاحاديث اللي بتثبت ان البشرية لما بتضغى وازن يعني مفيش طغيان بعد اللي فيه البشرية دلوقتي لازم بينزل عليها عقاب او آية ترجع الناس لربنا سبحانه وتعالى او تفصل بقى ما بين المؤمنين وبين غير المؤمنين لان زي ما انتم شايفين البشرية ناس اساسا ان فيه اله لا مسلمين ولا غير المسلمين كله او تسعة وتسعين في المية وتسعة من عشرة مغيب عن يعني عن وجود اله بيتحكم في الكون ولازم الناس تطيعوا لازم الناس تسمع كلامه الناس بقت بتتدايق منك انت تتكلمها في الدين كتير الناس عايزة تعيش في غفلة كده وتفضل طيها على طول فالايات بتيجي بقوة علشان الناس ترجع على ربنا سبحانه وتعالى لانه لازم يبقى فيه تحذير من ربنا سبحانه وتعالى الخالق المتحكم في الكون المعبود وحده علشان الناس ترجع على ربنا سبحانه وتعالى ازا ربنا اراد سبحانه وتعالى في استمرار اا اقتراب الكوكب اللي هيكون سبب في طرق الدخان وبداية العلامات اذا ربنا ارد في اقترابه هتزيد الامور دي اكتر احنا مش بنخوف الناس احنا بنقول للناس قربوا من ربنا اكتر عشان لو حصلت الاية دي واحنا عايشين اللي يموت يموت على ايمانه يموت صح ما يبقاش خسر الدنيا وخسر الاخرى مفيش داع ان احنا نخاف من الامور دي لان اي حد بيموت في اللحظة اللي ربنا كاتب له فيها ان هو يموت فاذا اقترب الكوكب احنا هنحس بالتأثير في الظواهر اللي احنا بنشوفها دي وفي الارض كمان ما اللي احنا شايفينه برضو من تأثير على تغيير المناخ في درجات الحرارة سواء في الصف او في الشتاء فلو استمر الكوكب في الاختراب هتزيد الظواهر دي وهيزيد تأثيره على الارض من ناحية بقى البركين والزلازل والانهيارات الارضية سواء درجة الحرارة الشتاء والفيضانات والتنامي والاعصير الكتير اللي بتحصل لكن اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يرجع الكوكب تاني من حيث اتى بازن ربنا سبحانه وتعالى الامور دي هتهدى اللي احنا شايفينه والله اعلم ان هي مستمرة وبتزيد وهيزهر الكلام ده في الشتاء اللي جاي اكتر والله اعلم الا اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد انه تأثيره يختفي من على الارض ويرجع تاني بازن ربنا سبحانه وتعالى في اي توقيت اراده ربنا سبحانه وتعالى عشان يتسبب في اية الدخان اللي لابد من حدوثها كاية من ايات اخر الزمان او بداية الايات العلامات الكبرى لاخر الزمان في نهاية الفيديو اتمنى لكل انسان على الارض انه يقترب من ربنا سبحانه وتعالى علشان ربنا يرفع عنا البلاء من السماء ومن الارض وانه يتفائل برحمة ربنا سبحانه وتعالى مهما حصل لان امر المؤمن كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي نهاية الفيديو ما ننساش زي ما بقول كل مرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا